السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا اليوم الخميس سبعة تسعة أيلول سبتمبر القمر موجود في برج الجوزة ورح يظل موجود في برج الجوزة حتى تمام الساعة أربعة وتسعة وخمسين دقيقة من صباح يوم الجمعة له يوم الغد لا ينتقل القمر بعدها لبرج السرطان طبعا القمر اليوم موجود في منزلة الهنعة وهي منزلة تصلح للمحبة والخير والقبول ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة أربعة وتعشر دقيقة صباحا من صباح اليوم الخميس لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الذراع وهي منزلة جيدة وصالحة لكل شيء بما أن القمر موجود في برج الجوزة معناته اليوم مننشط في اتصالاتنا ومنشعر بعنصر الحركة فيلعب دور ملحوظ في حياتنا اليومية بيتقلب الناس من حولنا في أفكارهم وتصرفاتهم أكثر من المعتاد وبيصعب تصديق كل وعد أو كلمة قال علينا إنجاز اتصالاتنا الهامة من رسائل ومكالمات وغيرها وبوسعنا أيضا للانضمام لدورة دراسية أو تعلم لغة جديدة أو الانضمام لعضوية نادي بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين نبتون هذه الزاوية طبعا رح تكون الساعة عشرة وعشرين دقيقة من مساء اليوم الخميس بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيدة عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين وبتسبب لنا نوع من أنواع الاكتئاب وبتدفعنا للإهمال وعدم الاستقامة والنزاهة في تعاملتنا بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار رح يبدأ في ساعات متأخرة من مساء اليوم الخميس اللي هي الساعة عشر وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش ورح يستمر خلو المسار حتى صباح يوم الجمعة يعني لغاية الساعة أربعة وتسع وخمسين دقيقة صباحا من صباح اليوم الجمعة لا ينتقل القمر بعدها لبرج السرطان هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم الكتفين والذراعين واليدين والجهاز التنفسي أنابيب الشعب الهوائية والرئتين والوصلات العصبية لمهارات الاستشعار له الجهاز العصبي والحركة والشعيرات الدموية والنظام التبادل طبعا بالنسبة لهذا اليوم يوصى بإجراح العمليات الجراحية ما في أي مشاكل ولكنها ما زالت الفترة هاي غير مناسب للعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ والحنة ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال عمره 22 يوم في تمام الساعة 58.57 دقيقة مساء بتوقيت جراينيتش بصير عمره 23 يوم نسبة الإضاءة بتصير 40% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم بتنشطه في مجال السفر والاتصالات بتطالعك فترة حافلة بالواجبات والمسؤوليات على أنواعها أهم شيء أنك ما تتهرب منها رح يتغير الوضع لصالحك شرط التحليب الليوني والدبلوماسي في التفاوض وبتكثر عندك الزيارات والتنقلات عندك قدرة على الإقناع عالي جدا اليوم لو كان عندك امتحانة أو مقابلة رح تبدع برضو في نوع من أنواع التعامل ما بينك وبين أحد الإخوة أو أحد الجيران برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور اليوم تنهمكوا في ضبط ميزانيتكم والفرصة متاحة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي أو مستردات هبات نوع من أنواع الدعم ولكن بتكون تتجنبوا النفقات ممكن تقلق بشأن مصاريف لتصليحات أو لاستحقاقات مالية أهم إيش أنك تتجنب النزوات أو نزوات التسوق تحديدا وحاضروا من تهديد الاستقرار المالي بالتقلبات وبتنشغلوا بمسائل مالية متنوعة برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا أنت اليوم عندكوا قدرة على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها بتلامسك انفرج وترتفع معنوياتك بشكل ملحوظ وبتواجه الواقع بمنطق وعزيمة وممكن تتلقى جواب كنت بتنتظره هاي فترة بتتوضح خلالها بعض الأمور بانتظارك مرحلة جديدة أو لقاء اليوم برضو على مستوى الجنس الآخر أنت اليوم ملفت للانتباه بشكل كبير على المستوى العاطفي برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا بناء التعب منكم لليوم الثاني على التوالي ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل وانتبهوا كثير لغذائكم وراحتكم طبعا هذا الضغط لغاية صباح يوم الجمعة وبعدين بنته كله فعشان هيك اليوم بتكتب تعدوا عن الأجواء الصاخبة والمشعونة والإنفعالات وحاول أنك تأخذ قسط من الراحة أنه ممكن تعيش لحظات صعبة خلال هذا اليوم فبدأك تحاذر من الفشل والالتباسات والمواجهات والعصبية والتراجع الصحي أيضا برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا اليوم بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء اليوم نشاط عالي جدا فلازم تستغلوا لإتمام كل أعمالكم الضرورية لأنه صباح الغد القمر رح يوصل لبيت متاعبكم هاي فترة مناسبة لطلب الاستشارة أو التأييد من أحد الأفراد أو أحد الأشخاص اللي بتعرفوهم حاول أنك تنجز كل أعمالك بشكل كامل دون ماستق أو تدخل أحدهم استشير أهل الإختصاص في أي مسألة بتأرقك بتطالعك مخاوف وممكن تفرح لحمل التأييد أو دعم لقضيتك ولا تستسلم بل تفاءل بالخير برج العدراء بالنسبة لموليد برج العدراء حافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل وحاولوا أنك تقدموا أفضل ما لديكم لعلكم تحققوا إنجاز أو تحرزوا تقدم مفاجئ وحاولوا أنك تكونوا على قدر من المسئولي هذا اليوم وما تترددوا بطلب رأي أو مساعدة أحدهم دع خجلك جانبا وعبر عن آراءك بثقة وجراءة ولكن بدك تتجنب الكلام اللاذع وأيضا تبعد عن المواجهات والانتقادات والعصبية والمغامرات يعني ما تشوه سمعتك بتصرفاتك برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان اليوم اللي بيتقدم لامتحان أو عنده مقابلة بده يستعد بشكل جيد ما يعتمد كثير على الحظوظ رغم أن اليوم جيد للسفر والاتصالات البعيدة والعلاقات مع الأجانب وهذه فترة حافلة بالنشاطات حاولوا أنك تبحثوا عن الحلول اللي بترضي الآخرين ممكن تضطر للتراجع عن موقف ما بتكثر الانشغالات الإدارية ولكن برضو بدكوا تراقبوا وضعكم الصحي من بعض التقلبات برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب حاولوا أنك تدخلوا التعديل المطلوب على أموركم المالية المشتركة اليوم زي مراجعة بنك، ضريبة، تأمين، ميراث أي شيء له علاقة بالأموال المشتركة وسارعوا لترتيب أوراقكم وملفاتكم ممكن تحتاج لخبرة أحدهم لإنقاذك من ورطة أو من مشكلة أو من شيء بأرقك أهم مش أنه لا تبقى وحيد وما تتقوقع على نفسك وشارك في كل النشاطات وبادر لتصحيح الأخطاء برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس بوسعكم تعزيز شركاتكم سواء في العمل أو العاطفة وهاي الفترة تعتبر فترة صعبة ابتثقل خلالها الهموم والمسؤوليات لأن القمر موجود مقابلك تماما فطاقتك ضعيفة جيدة على مستوى تعزيز الشركات أو الاتفاق أو المصالحات بتعيش لحظات شوي فيها نوع من أنواع الصعوبة بتعاكسك الظروف وبتظهر بعض الأمور اللي بتستفزك حاول قدر الإمكان تبعد عن المشاكل وسيطر على أعصابك وما تخالف القوانين وما تكون ساخر برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا بتكون تواصلوا أعمال كل بدأتوا فيها من قبل أو الأعمال السابقة الموكلة لإلكم وتنتبهوا لصحتكم حذروا من التراجع الصحي أو التقلبات الصحية إذا شعرتوا بشيء غير اعتيادي راجعوا طبيبكم وباكروا لعملكم واتركوا مساحة للغير للتحرك بدون فرض السلطة والسيطرة على زملائكم بالعمل باستطاعتكم حسم الأمور لصالحكم واتخاذ قرارات جريئة إذا كنت مستعد لذلك على مستوى العمل الأجواء جيد جدا برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو ما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا وبتكثر عندكم التنقلات والزيارات والاتصالات اليوم وبتتحسن الأجواء نسبيا ممكن تعيش فرحة أو نجاح أو خبر مثلا لكنه ممكن تضطر لمساعدة أحد أولادك أو إخوتك أو أحباك بيفاجعك أحدهم بالوقوف لجانبك وبرضو اليوم تكثر عندك الحركة بشكل كبير وممكن يكون لك بعض الاهتمامات بالإلكترونيات أو بالسيارات برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا اليوم بتنهمكوا بأمور إلها صلة بالبيت والعائلة وممكن تخصص وقت لا عائلتك اليوم أهم إشي أنك ما تتخلف أو تتهرب من مسؤولياتك العائلية أو شؤونك الخاصة وما تتسرع في الحكم على الأمور والأشخاص ممكن تعاني من سوء تفاهم أو شك أو حتى بعض الأعطال المنزلية والمصاريف المنزلية فعشان هيك تكون هادئ وتعالجها بعقلانية جدا هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر